اشتركوا في القناة من الأمور التي تدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان نبيا لله حقا وصدقا إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيوب الغيوب هي الأمور التي لا يطلع عليها الإنسان في العادة والغيوب على أنواع منها الغيوب الماضية أشياء قديمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لولا أن الله أطلعه عليها وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ومن الغيوب أيضا الغيوب المستقبلية فما من أحد يعلم ما سيكون في المستقبل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فإذا ما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء من أخبار المستقبل فهذا ليس من طاقته وليس من قدرته قل لا أقول لكم عندي خزائن الغيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم غيب الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لكن قد يطلع الله نبيه على شيء من الغيب فيطلع أمته عليه ليكون ذلك برهان نبوته عليه الصلاة والسلام ومن الغيب غيب نسبي هو غيب للبعض لكنه شاهد للبعض الآخر ما خلف هذا الجدار هو غيب بالنسبة لي لكن من يجلس خلفه يعتبر هذا شاهد فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور بالنسبة له هي من الغيب إنما أطلعه الله تبارك وتعالى عليها لتكون برهان نبوته صلى الله عليه وسلم الأخبار التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالغيوب كثيرة كثيرة عدها العلماء بأنها ألف أمر غيبي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم تحقق معظمها كما أخبر عليه الصلاة والسلام وبعضها ننتظر تحقيقه بين يدي الساعة سنبدأ بالحديث عن بعض الأمور الغيبية التي تتعلق بالغيب النسبي النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو جالس في المدينة مع أصحابه يحكي لهم عن ما يحصل في أرض الشام يحكي لهم تفاصيل ما يحدث في أرض مؤتى حيث يقتتل المسلمون والروم فيقول لهم أصيب زيد وعيونه عليه الصلاة والسلام تذرف ثم يقول أصيب عبد الله بن رواحة ثم يقول أصيب جعفر ثم يقول أخذ الراية سيف من سيوف الله ما الذي أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة المنورة بما يحصل في أرض الشام في قتال المسلمين للروم من أين له فمثل هذه الأخبار لم تكن تنقل يوم ذاك بيوم أو يومين كان الخبر من مثل هذه الأخبار يحتاج إلى عشرة أيام إلى عشرين يوما حتى يصل إلى المدينة المنورة لكنه عليه الصلاة والسلام في يوم معركة ينقل ما يجري على أرض الشام كيف عرف ذلك إنما أطلعه عليه الله علام الغيوب ليكون في هذا الإخبار دليل على رسالته عليه الصلاة والسلام اقتتل الروم والفرس واستطاع الفرس أن يهزم الروم هزيمة منكرة بل استطاع الفرس أن يتوغل في أرض الروم حتى وصلوا قريبا من عاصمة الروم في قسطنطينية وكاد هيرقل أن يستسلم يوم ذات ويسلم للفرس عاصمة ملكه لولا أن البطاركة شد أزره ومنعوه من تسليم المدينة وحضوه على أن يتخلى عن حياة اللهو والفجور وأن يعد العدة لقتال الفرس في هذه الأجواء الروم مهزومون مدحورون والفرس منتصرون وهم قريب من عاصمة الدولة الرومانية أنزل الله عز وجل قوله ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين البضع ما بين الثلاث والتسع في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لماذا سيفرح المؤمنون يقول ابن عباس رضي الله عنه كان الروم أهل كتاب فكان المسلمون يحبون انتصارهم لماذا؟ لأنهم أيضا أهل كتاب وكان الفرس أهل وثنية فكان مشركو قريش يحبون انتصارهم لماذا؟ لأنهم إخوانهم في الوثنية فلذلك حين ينتصر الروم على الفرس فإن المؤمنين سيفرحون لانتصارهم لماذا؟ لأنهم أهل كتاب مثلهم متى سيحصل هذا النصر؟ سيحصل في بضع سنين أي في أقل من تسع سنوات المؤلف إدوار جبن في كتابه تاريخ انحدار وسقوط الدولة الرومانية في المجلد الخامس صفحة 74 يقول حين تنبأ القرآن بهذه النبوءة لم تكن هناك أي تنبوءة أبعد في تحققها منها لأن السنوات العشر الأولى من حكمه رقل كانت مليئة بالفجور وما كان أحد يتوقع أن هذا الرجل سيتخلى عن فجوره وسيستعيد جيشه وسينتصر على الفرس مرة أخرى إذن كانت نبوءة غير متوقعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها حين أخبر بها عليه الصلاة والسلام راهن أبو بكر رضي الله عنه المصدق بخبر الله تبارك وتعالى راهن مشركي قريش قال لهم سينتصر الروم على الفرس فقالوا له نراهنك في خمس سنوات فقبل رهانهم فلما انقضت الخمس سنوات لم ينتصر الروم بعد فقالوا يا أبا بكر لم يحصل ما توقعته فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زدهم إلى التسع لأن الله عز وجل قال في بضع سنين ما قال في خمس سنين والبضع في السنة السادسة من البضع والثابعة والثامنة والتاسعة كل هذا من البضع فعاد إليهم فزادهم في الرهان وزادوه في الأجل فتحقق قول الله تبارك وتعالى في عام ستمية وثلاثة وعشرين مينادية شن الروم ثلاث هجمات كاسحة على الفرس استطاعوا أن يستعيدوا فيها الكثير من بلادهم ثم في سنة ستمية وستة وعشرين استطاعوا أن يصلوا إلى عمق أراضي الفرس بل وصلت جيوشهم إلى أرض دجلة وهي قريبا من عاصمة الفرس واضطر الفرس إلى الصلح الذليل وأعادوا للروم ما فقدوه من متاع ومن قوة فتحقق قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون نأتي إلى قول الله عز وجل في أدنى الأرض الدنو في لغة العرب يأتي على معنيين الدنو بمعنى الانخفاض وبمعنى القرب لذلك قال العلماء في قوله تبارك وتعالى في أدنى الأرض علامة صدق على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله عز وجل يخبر بأمر لم نطلع عليه اليوم إلا بواسطة صور الأقمار الصناعية التي تثبت أن المنطقة التي حصلت فيها تلك المعركة قريبا من البحر الميت تعتبر أدنى مكان في اليابسة تحت صح الأرض يقول العلماء ومنهم الموسوعة العلمية البريطانية تقول بأن عمق الأرض أو تقول بأن سطح الأرض ينخفض عن سطح البحر في منطقة البحر الميت في 395 متر وهو أدنى انخفاض على سطح الأرض يعلوه في بحيرة طبرية ما يقرب من 200 فهذا المكان هو أدنى مكان على وجه الأرض تحت سطح البحر من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي اكتشفه العلم الحديث إنه الله علام الغيوب في هذه الأخبار بعد شهادة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الأخبار أنا أؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان نبيا لله تبارك وتعالى حقا نسأل الله عز وجل أن يردنا حوضه إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى لقاء يتجدد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا